كنت أحاول أن أعرف عن قصص نجيب فهربت مني وأخذت تبكي طبعاً لما أن ولد نجيب كان مره وزنه قليل لدرجة أنه كان ما يدون يعيش ولا ما يعيش نجيب وهو صغير قبل المدرسة كان محاط يعني هو محاط كثير بالاهتمام من العائلة وكانت العائلة تميزة زيادة فهو يعني عاش هذه الحقبة أنه كثير مميز بالعائلة من ذكريات الخاصة بي أنا أتذكرنا كنا نلتم حول نجيب أخي لأنه كان يقرأ كثيراً وصاحب مخيلة جميلة فعسس يقول لنا قصص ويرويلنا قصص ونستطيع أن ننام فكان هو فعلاً من ارتباطنا فيه محوري من وهو صغير اللي أذكره من الوالد ندرس طبعاً هو قال لي ندرس في مدارس أرامكو اللي في رحيمة اللي حالياً تسمى راسة النورة تسلل إلى مكتبة المجمع السكني لموظفي أرامكو كان الكتاب مسرح طفولة نجيب الطفل النجيب وما لم يستطع فعله في الواقع كان يفعله في الخيال تعرف على عمية المكتبة اللي كانت أمريكية واللي شافت فيه نهم حب التعلم خصوصاً في اللغات فبدأ يتعلم معها اللغة الإنجليزية بدأت تعطي كتب فيها أفكار أعمى وأغزر فأعجب، أعجب باللغة، أعجب بقوة البرهان، أعجب بقوة الفلسفة اللي موجودة وبالتالي تأثر هو فيها بدأ يحسن فيه عنده مستوى ثاني وبدأت تقل عنده مثلاً الاهتمام بالمشاعر الدينية مثل الصلاة أو هلومة جرة والأشياء هذه ولاحظها عليها مدرس اسمه المدرس الغزاوي اسمه عائلته وكانت أشهر كلمة قالها للوالد أن نحن نصلي والصلاة تغيرنا ونحن نغير العالم بحد ذاتها هذه كانت يعني كلمة مفصلية رجعت الوالد لصوابه وفعلاً بدأ اعتناقاً للدين وإيماناً أكبر لأنها كانت نتيجة قناعة وليست نتيجة ولادة أو وجد نفسها في محيط إسلامي ولكن كانت في الدراسة كثيرة ما يغيب لظروفه الصحية فالحمد لله المسيرة الابتدائية كان متفوق وتجاوزها إلى المرحلة المتوسطة في رأس النور المعلمين كلهم يحبوا نجيب ومعجبين فيه ففي المثل في الفترة المتوسطة تفوق ولكن نفس المشكلة أنه يحتاج أن يذهب إلى المستشفيات انتظرت الأسرة انتهاء نجيب من الشهادة المتوسطة لينتقلوا إلى الدمام وفي ثانوية الدمام واصل نجيب تفوقه وبعد الثانوية انتقل إلى الرياض لالتحاقه بجامعة الملك سعود توقع الجميع أن يدرس الآداب التي أحاط نفسه بكتبها ومجلاتها لكن نجيب الحصيف كان لديه فكره الخاص فدرس إدارة الأعمال والتخرج بكاليريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز ووقتها كان الجامعي فوق أنه يعطى أرض وقرض خمسين ألف بعد كان لازم يروح يباشر أعمال في أعمال كانت تلزم في المتخرجين أخي نجيب ذهبت أنا ومعه إلى المستشفى فلما عملت تحليل التحليل كان محتاجه ممكن للعمل في الموانئ لما عملنا تحليل كان هناك زلال في الفحص ربما هذه كانت بداية الفشل الكلوي عنده ربما لو استمعنا إلى كلام الطبيب وجدنا أن بوادر الفشل الكلوي في أخي نجيب وعالجناها ولكن الحمد لله على كل حال في الموانئ في الموست العام الموانئ يشتغل في شؤون موظفين وبعض فترة أصبح رئيس شؤون موظفين وخلال فترة أخرى انتقل إلى إدارة التدريب وهذا يعني المكان الذي يعجب أخي نجيب كثيرا طبعا تم اكتشاف المرض سبع شهور بعد الزواج راح للدكتور وبعد مغص شديد الدكتور سوال عشعة واكتشف أنه عنده ضمور في واحدة من الكلة ما تشتغل نهائيا والثانية كانت مقاربة أنها تفشل حاولوا بالأدوية أنهم يطولون مدة عمر الكلة الثانية ولكن للأسف الأخير فشلت فشخص في ذلك الوقت ونحن بحاجة عاجلة إلى زراعة كليا وكانت طبعا لحظة المؤثرة فينا جميعا كان من أول من تبرع له الوالدة الله يحفظها فكان يقول كان نجيب أخوي كان كتب مقالا عنها أنها الوالدة التي ولدتني مرتين استمرت ثمان سنوات تقريبا تعمل بكفاءة جيدة وإن شاء الله سبحانه وتجاء الفشل الثاني فاضطر أنه يزرع مرة ثانية وفعلا سافر خارج السعودية وزرع المرة الثانية واستمرت معه تقريبا عشر سنوات وصار الفشل الثالث الفشل الثالث أوصل إلى أنه يزرع مرة ثانية خارج السعودية استمرت الكليا معه بشكل جيد الثالثة واستمرت بشكل معقول جدا وطبعا أدوية الطبية تحسنت التخشخيص تحسن الفحص تحسن لكنها كان يعاني من تكرر زيارة المستشفيات غريب نجيب أخوي رحمة الله عليه في قدرته على صناعة الفرح والمرح في أقصى درجات الألم طبعا والد يعني لما كان يطلع للجمعيات أو يطلع يسير متحدث في المكان هذا كان يسويها بس من القلب للقلب ولا هي بزنس ولا هي عمل ولا يأخذ عليها حاجة كان هو بس من حماسة لهذا الشيء حب للناس يعطيه الطاقة الطاقة تجيه من الناس يعني نجيب الزامل بائع السعادة نجح دائما في أن يخفي آلامه عمن أسعدهم نجيب المتألم دائما نجح في مراوغة الجميع بفواصل الضحك بابتسامته التي كان يغالب بها الألم وبالعناق وبكلمات الحب التي كان يروض بها كليته الجامحة بأمر من الوالد رحمه الله خرج نجيب أخي من المؤسسة العمل المؤاني للعمل في الأعمال التجارية لنا كلنا عمل لمدة سنتين أو ثلاث سنين معنا ثم قرر أن يبدأ أعماله التجارية الخاصة استمر في المقاولات لكن المقاولات المتخصصة جداً هي المقاولات اللي كانت يعمل معها اللي يشتغل في توليد الكهرباء هذه المنطقة اللي استمرت كمنطقة عمل مادي كمؤسسة شخصية وما زال يعني طبعاً كان لحظة سعيدة جداً في حياته لما استلم الأبناء إدارة الشركة فكان الثروة اللي حققها يعتبرنا حققها من هذه الشركة وليس الثروة المالية بقدر ما أن أبناء استلموا هذه الشركة فكان هذه لحظة رائعة وتحدث فيها دائماً أن أبناء يمسكوا لشركة لم يعنى هلمان أبداً في حياته أخي نجيب يملك علاقة متميزة مع والدتي أولاً هو قريب منزل قريب منها ثانياً في كل يوم فجرة كل يوم يقوم بالإتصال فجرة كل يوم رحمه الله حتى الآن كنت أحاول أن أعرف عن قصص نجيب فهربت مني وأخذت تبكي كنت أحاول الآن قبل قليلاً أطلب منها بعض الذكريات عن نجيب فبكت يعني لم تستطع حتى قامت من مكان